السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسباب ألم المبيض الأيمن أو الأيصر قبل الدورة بعشرة أيام يجب أن تعلمي أولا أنه قد تكون هذه الألم طبيعية قبل الدورة الشهرية والتي تحدث في منطقة أسفل البطن وهذا في منحات التبويد فقط ولكن هناك أسباب أخرى لهذه الألم ومنها من المشاكل النسائية الأكثر شيوعا ومن أبرزها واحد الحمل اثنين الحمل خارج الرحم تلاتة احتقام في المبيض والرحم أربعة الإصابة بمشكلة تكيس المبايد ومن هنا ننصح بضيورة استشارة الطبيب في حال اشتد هذا الألم ورافقه ألم وأوجع أخرى وهذا ليتمكن من تحديد السبب الأساسي ويقرر العلاج بناء عليه يمكنكم التخفيف من ألم المبايد قبل الدورة بهذه الطرق الحصول على أقصات كافية من الراحة والإكسار من شرب الماء والجلوس والوقوف في بطء والجلوس في بعض الماء الدافئ ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب والمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعيبكم يريد تدعموا لايك وكممنتوا وتشاروا الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر